موسيقى زي ما كنا نتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة النهاردة بيحتفل العالم بيوم البيئة العالمي واللي بيجي في وقت بقت أثار ما فعله الإنسان على الكوكب خلاص واضحة وظاهرة للجميع وبقى من الضروري جدا التحرك سريعا لحماية الكوكب اللي الحقيقة يعني ما نملكش غيره حقيقة ده بيأتي في الوقت اللي في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة يعني وضعت الملف البيئي كأولوية من أولويات عملها ده ظهر في العديد من المبادرات والمشروعات زي مبادرة المنية مليون شجرة زي المدن المستدامة زي المبادرات الخضراء الزكية وغيرها من المبادرات اللي يمكن هتعرف عنها بالتفصيل مع ضفنا النهاردة الدكتور عبد المسيح سمعان وكي المعهد الدرسات والبحوث البيئية في جامعة إنشاب صباح الخير عليك الدكتور صباح الخير يا فندم أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك واستاذ المشاهدين الكرام 5 يونيو هو يوم البيئة العالمية العالم بيحتفل فيه كل عام وبيطلق أحد العناوين الرئيسية من أجل مناقشتها عالميا إيه هو عنوان هذا العام ولماذا تم اختيار الخامس من يونيو؟ تم اختيار الخامس من يونيو تسكارا لأول مؤتمر عقد في مجال حماية البيئة في مدينة ستوك هول في السويد سنة 1972 كان يوم 5 يونيو أول حاجة في العالم إن إحنا بدأنا الثورة الصناعية وبدأت يحصل مشاكل فإحنا بنتكلم عن موضوع البيئة ده مش من النهاردة أنا بنتكلم عن سنة 72 72 فده كان أول حدث دولي عالمي بتحتفل بيه الأمم المتحدة 5 يونيو وبالتالي ظل هذا العام احتفال كل سنة بتسكار لأول مؤتمر عقد لحل مشاكل البيئة الحقيقة يعني مؤتمر ستوك هولم قال إن إحنا عندنا مشاكل في الهواء وفي المية وإلى آخر وسلوك الإنسان زي ما حاكت فضلتي السنة دي كل سنة بيتعمل يعني موضوع عشان يحتفل بيه العالم لمدة سنة أو يهتم بيه العالم على وجه الدقة السنة دي عن التصحر والجفاف وقضية التصحر والجفاف الحقيقة قضية مهمة جدا حتى كمان مش بس على مستوى العالم على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الدول العربية لأنها من أكتر المناطق الجافة وشبه الجافة اللي فيها مناطق كتيرة محتاجة إلى عشان كده حتى الاحتفال السنة دي هيبقى في السعودية يعني العالم والأمم المتحدة عامل الاحتفال النهاردة في مدينة السعودية علشان في دولة السعودية علشان يبقى ده يعني يبان أهمية الحدث أن احنا راحين لمنطقة بالفعل فيها نسبة سحاري وتصحر بشكل كبير طيب دكتور يعني حضرتك ذكرت أنه كان أول مؤتمر مهتم بهذا أو يعني خاص بهذا الملف كانت كان سنة 72 من سنة 72 حتى الآن خلين نقول أهم التحركات في هذا الملف خاصة أنه نسبة الانبعاثات الأكبر بتأتي من الدول الصناعية أو الاقتصاديات الكبرى في العالم ولو هنبص المصر تحديدا على مدار حتى العشر سنين اللي فاتت إيه الخطوات اللي تم اتخاذها؟ يعني في الملف البيئي بشكل عام مصر يعني عاملة مجهود الحقيقة كبير جدا في هذا الملف لدرجة أن مصر فيه آخر يعني آخر حصائية حصلت فيه منظمة ألمانية تدعم البيئة مصر خدت رقم 22 من 68 دولة على مستوى العالم في مؤشر البيئة ومؤشر تحسين المنخ والحقيقة بيتكلموا على أربع حاجات مهمين جدا إنتاج الطاقة الجيدة والمتجددة مصر خدت 61.18 نقطة وده بيأكد أن هي على مستوى الشرق الأوسط الثانية بعد المغرب وعلى مستوى أفريقيا نفس الحكاية وبالتالي مؤشر إمبعاثات سانيوكسيدي الكربون إنتاج الطاقة الجيدة والمتجددة أيضا استخدامنا للطاقة الجيدة والمتجددة وأيضا سياسات المنخ وبالتالي لما حسبوا هذه النقط لمصر مصر طلقت في الترتيب الـ 22 من 68 دولة ده معنى إيه؟ معناه أن مصر بتبزل بالفعل جهود كبيرة جدا جدا في ملف البيئة وطبعا إحنا مش ناسين الجهد اللي بزلته مصر في كوب 27 لما قادت العالم السنة قبل الماضية علشان تحط آمال عريضة لهذا الكوكب وخاصة صندوق الخسائر والأضرار اللي كان فيه مصر بزد جهد كبير علشان العالم يدفع للدول إنما ما هي القصة البيئة تمويل أنت تعمل تكيف وتخفيف إزاي لو أنت مش معك إمكانية المارد المالي والتالي كان هذا الملف مصر شغالة في عدة ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة عندنا دلوقتي طاقة جديدة والمتجددة في أسوان في بمان عندنا طاقة رياح عندنا طاقة مية الهيدروجين الأخضر كوقود واعد ومصر بتخطط لدرجة أنه عملت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وعملت قانون فخمة الرئيس في تسهيلات للناس المستثمرين اللي يشتغلوا فيه الهيدروجين الأخضر علشان مصر بتخطط أنها تنتج أكتر من 5% إلى 8% على المستوى العالم لأن ده وقود نظيف تماماً صحيح مش محتاج أي فده ملف الطاقة صحيح ملف المخلفات الصلبة التصحر هو العنوان الرئيسي اللي العالم كل النهاردة بيتحدث عنه أبرز مظاهر التصحر اللي بتعاني منها منطقتنا العربية وإزاي أو ما هي السبل الأفضل والأجدد والأذكى عالمياً من أجل مكافحة هذه الظاهرة خلينا أقول الأول ما الفرق بين التصحر والسحاري السحاري هي المناطق الطبيعية اللي هي ربنا خلاقها أصلاً آه ما بتطلعش إنتاج يعني إنما التصحر هي أراد بالفعل منتجة وابتدت أنها تتحول إلى مناطق جافة أو غير منتجة وبالتالي التصحر هو مناطق زراعية كانت تنتج بعدش بتنتج لخلاص جافت والحاجة التانية كانت مناطق فيها مراعي والمراعي دي للماشية وكانت بطرع هذه الماشية وبتدت هذه المراعي يحصل لها مشكلة وبتدت تدهور وبالتالي ده الفرق بين الاثنين طيب أسباب هذا التصحر إيه؟ أول نقطة تغير المناخ هل رجل تعلم المناخ المناخ عندنا فيه أمطار فيه سيول فيه جفاف فيه درجات حرارة عالية حتى لو كان فيه مطر وفيه سيول هيجرف الطربة وبالتالي مش حلو قوي يبقى فيه سيول برضو عشان الناس تقول إيه تم المطر كويس ده هيعمل خصوبة للأرض لا المطر بالمعدلات الطبيعية بتاعته كويس لكن عندما يحدث السيل بيجرف كل معه الأخضر واليابس زي ما بيقول وبالتالي أيضا ده نقطة نقطة تانية الجفاف منشوف في مناطق كتيرة من العالم ببتدت يحصل فيها جفاف نتيجة قلة المياه اللي موجود بالتالي تغير المناخ أحد الأهم الأسباب الحاجة التانية الرعي الجائر بعض الناس اللي هم بيشتغلوا على المراعي بيخلوا فيه رعي جائر يعني إيه رعي جائر يعني ما بقاش فيه أي نبات أو حشيش الراعي ده بيسيب جزء من هذه النباتات عشان تنمو بشكل طبيعي لكن الرعي الجائر بيقدي إلى هذه المشكلة المشكلة التالتة التملح اللي بيحدث في الأرض نتيجة قلة المياه المياه لما حدثك لما بتشوف كده بعض الأراضي الليها عليها نقطة زي ملح أبيض نتيجة إن المياه اتبخرت وبالتالي بيظهر الملح وده تملح التربة خلاص أصبح التربة غير صلاحة للاستخدام وكمان تآكل التربة كل دي مظاهر وكل دي أسباب لعملية التصحر الدول العربية تقريبا 90% من المناطق بتاعتها جافة وشيبي جافة وبالتالي هي بتعاني بالفعل من مشكلة التصحر بالنسبة لمصر احنا يمكن المناطق اللي بتزرع عندنا حوالي من 3 إلى 4% والباقي طبعا احنا عندنا الصحراء الشرقية والصحراء الغربية لكن احنا برضه عندنا بعض المظاهر للتصحر ومنها مثلا البناء على الأرض الزراعي طبعا ده الدولة عملت قانون دلوقتي وتشريعات من منوع بنعم بطن البناء على الأرض الزراعية وبتالي الدولة تاخد اتجاه ان هي تبني في المناطق الجديدة الصحراء أصلا بالتالي بتحط مرافق والنهاردة الدولة بتهتم جدا بالمنية التحتية علشان توفى البنية التحتية لهذه المناطق يوم يبقى عندنا نسيب الأرض الزراعية بتاعتنا الخصبة اللي هي جات لنا من النيل عبر السنوات طويلة ونبتدي نبني في الصحراء وده التوجه أو حل بتعمله الدولة دلوقتي علشان تحسن لنا من المناطق اللي هي الزراعة وتحسن من هذه المناطق وبالتالي الدولة ماشية في هذا الملف كويس جدا ايه كمان يا فندم يعني ايه الحلولة الأخرى اللي قدمتها الدولة بجانب هذا الحل أو بجانب هذا التوجه الاستنتاج أو استنباط أنواع جديدة من المحاصيل تدي انتاجية عالية يعني انت النهاردة لو انت عندك أرض محدودة فلو قدرت بالهندسة الوراثية ومراكز الزراعة وغيرها تقدر ان هي تستنبط لنا أنماط وبتدي بترمي انتاجية عالية طبعا ده حل من الحلول الجيد بالاضافة طبعا الى تحسين خواص التربة بحاجات كتيرة عاملها الدولة النهاردة في الملف درجة ان فيه برنامج اسمه البرنامج الوطني لمكافحة التصحر في مصر والتالي مصر ماشي في هذا الملف بشكل كويس جدا عشان نحافظ على وبالتالي احنا سلوكنا بقى هو ده المهم سلوك الفلاح وسلوك المزارع وسلوك الناس فهذا مهم جدا نحافظ على المية كمان طرق الري النهاردة احنا عندنا الري بالغم فمصر برضو شغالة ان هي تحاول ان هي تعمل الري بالرش والتنقيط عشان تبتدي ان هي تحافظ على كمية المية اللي موجود طيب فيما يتعلق بقصة التصحر والدولة بتشتغل على هذا الملف الدولة خطط خطوات حقيقية فيما يتعلق بزيادة المساحات المنزرعة ولكن الوقت نفسه تغير يا دكتور يعني الصيف ما بقاش صيف والشتاء ما بقاش شتاء واحنا النهاردة مثلا في فسط الربيع ولكن درجات الحرارة في اعلى معدلتها فده بالتالي بيؤثر على مش الانتاجية بيؤثر على الانتاجية وعلى المحصول وعلى سلوك التربة سلوك النبات صحيح طيب ده نوع من انواع التصحر هل يمكن ان احنا نواجه ده او في برامج تواجه ده او في حلول ده اه الحقيقة احنا فصل الصيف بقى عندنا طويل جدا فصل الشتاء بقى قليل احنا النهاردة درجة الحرارة 41 يعني في القرارة وحنا في الربيع يعني حاجة صعبة جدا يعني ما كانش ده بيبقى في شهر مايو يعني ده بيبقى في سبعة وفي سبعة شهر تمانية حيث الحرارة الطبيعية بتاعتها بتبقى هذا الموضوع عشان كده هناك تفكير من الدولة ومن وزارة الزراعة ان هي تحاول تعدل الدورة الزراعية يعني مثلا انا بزرع امتى وبطلع الانتاج امتى في الدورة الطبيعية اللي هي بقى ايه اللي هي الشهور الابطائية اللي حاك عارفية باشانسو كياكو الفلاح عارفها لا احنا هيحاول يعمل شفت بحسب ان انا بدل ما يعني احصل على المحصول بتاعي في فترة معينة احصله قبل كده يعني بدل ما اجمعه في شهر خمسة او ستة يعني اعمله في شهر اربعة علشان يعني واشفت شوية يعني دي احد الحلول المطروحة ان احنا تعديل الدورة الزراعية علشان نقدر ان احنا نقلل من تدعيات المناخ والحرارة الشديدة على المحصول حدث طبعا اي محصول بيتأثر كل المحاصيل تتأثر بالحرارة فيما عادة محصول القطن هو اللي يزيد بس انما كل المحاصيل الارز الزرا الطماطم كل المحاصيل تتأثر بالانتاجية الاقل في زيادة درجات الحرارة في غير الطبيعي يعني انواع حديثة تتحمل الحرارة لان فكرة حتى تغيير الموعد برضو هتبقى صعبة ما هي دي بقى استنباط انواع جديدة تقدر تتحمل الحرارة تقدر تتحمل العطر تحلش ذاكي جدا بالضبط تتحمل اشياء كتيرة فطبعا ده بياخد وقت على ما يبتدي ايه يعني يبقى بروف ده يعني يتوفق عليه وبتدي ينزل ويبقى يعني حقيقة ووقاعية لكن ده كل ده كل الملف ده يعني شغال بشكل كويس جدا طب في مبادرة الحقيقة هي من اهم المبادرات وهي مبادرة ميت مليون شجر تمام مبادرة مهمة جدا مبادرة رئاسية طبعا الحقيقة ولما سمعنا على الرقم في البداية خضينا ان رقم كبير جدا وبيتطلب مجهود كبير جدا لكن الهدف اللي وراه كمان هدف نبيل وهدف مهم جدا الحقيقة ميت مجين شجرة يعني يمكن في خمط الرئيس طرح عدة مبادرات في مجال البيئة تحضر للاخدر يعني حاجات كتيرة جدا يمكن يعني تعتبر ميت مليون شجرة دي بالفعل هي الرئة الاساسية اللي احنا بنيش عليها كمصريين ويمكن من دلالة الرقم بيقول لنا ميت مليون احنا ميت مليون فكاننا بيقول لنا انت كل واحد مواطن شجرة ياريت يحافظ عليها احنا هنزرعها وانتوا حافظوا عليها المرحلة الاولى في سبع محافظات انتهت وبدأنا في المرحلة التانية وبالفعل انا شفت هذا الموضوع بنفسي كنت بشارك فيه في بعض المناطق بالفعل تسلمت هذه الاشجار للناس واتعملت مش بطريقة بقى اتعملت بطريقة صحيحة بحيث ان يبقى مثلا في المدارس والجامعات تبقى اشجار مسمرة يعني برطقان جوافة رمان زتون في الطرق اشجار اخرى في المباني الجديدة المدن الجديدة اشجار يعني اتعملت بقى بالنظام بحيث يتلاءم مع ظروف الجو وفي نفس الوقت يعالج مشاكل كتير جدا يدينا سمارو تالي مبارة 100 مليون شجرة الحقيقة يعني زودت كمان او هتزود احنا نصبنا في الارض الخضرة متر واثنين من عشر كل فرد هتضاعف هذه النسبة الى اتنين ونص وده طبعا بيخلينا على بداية العالم اللي هو بيتمتع بخضرة اكبرية في يوم البيئة العالمي نصحتك للمواطن المصري وللدولة المصرية وكل سكان العالم لو عايز توجه رسالة من خلال برنامج تقول ايه لكل حد انا الحقيقة عاوز ابدأ بالمواطن ايا كان ويمكن سلوكيات المواطن هي اللي بتفرق في حاجات كتيرة جدا احنا سلوكياتنا ممكن تبقى افضل بكتير في الحفاظ على البيئة وده النقطة المهمة جدا يريد نقلل كتير من استهلاكنا للكهرباء للمية لدارة المخلفات اي منظومة فيها بيئة نزرع شجرة يعني هم بنقول 100 مليون تبعنا لو زرعت شجرة في البالكونة هزود المية مليون هتبقى 200 مليون وهكذا يعني اذا المواطن المصري الحقيقة له دور مهم جدا وده ييجي من جناحين المناهج الدراسية والانشطة اللي في المدارس وييجي من دور الاعلام والوسائل الاخرى اللي تقدر تقدم رسالة بسيطة ومؤسرة بس عاوزين نقول في الرسالة حاجة مهمة جدا بلاش ان احنا نستخدم الرسائل السلبية يعني نقول ان البيئة فيها تلوص وفيها وفيها عاوزين الرسائل الإيجابية عشان التفاؤل يخلي الناس يعني تعمل بفعل انا شايف ان فيه تفاؤل وفيه جهود مصرية كتير احنا قلناها والدولة مهتمة بهذا الامر جودة الحياة للمصريين هو النقطة الفارقة يمكن اول هدف في التنمية المستدامة اللي عملها خطة الدولة عشان تلاتين تحسين جودة الحياة المصريين الدولة عندها الامكانيات احنا نساعد الدولة وشكرا بقولها كل مواطن له دور على مستوى العالم في الحفاظ على هذه البيئة وما تستهنش بدورك يعني تقول ايه وانا اللي هعمل وانا اللي لا انا كل واحد لو عمل حتة صغيرة توبة البناء هيكمل بشكل كبير اكي طبعا نشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات في البحوث البيئية جماعة عين شمس نورتين ايفان شكرا جزيلا شكرا شكرا